شكرا معلقنا كابتن إيهاب رجب انتهت المباراة بفوز النادي الأهلي 36 و 36 في مباراة تسيادة نادي الأهلي منذ البداية للنهاية مبروك نادي الأهلي هارد لك نادي سموحة يمكن شفنا الشود التاني مشاركة عدد أكبر يعني مختلف تماما عن اللي شاركه في الشود الأول وده كان مقصود من كابتن طاري محروس المدير الفني عشان يرف على اللعيبة بالكامل وكل اللعيبة فيه روتيشن لكل شارك شفنا في حراسة المرمى عبد الرحمن طه اللي شارك في الشود التاني شفنا مشاركة إسلام حسن فيصل لاشين يمكن كان متقلق بشكل كبير إسلام حسن وفيصل ولاشين وأنا عايز الحقيقة شيد بلاشين لعيب يعني بيلعب في مركز الباك رايت الحقيقة عجبني فيه إن هو جريء ما شاء الله بيطلع من بعيد يعني شطه من بعيد قوية جدا يمكن كرة فيه كرة جات في العرضة كلنا سمعنا صوت الكرة كان بعنف في العرضة ويعني كان يعني عدة أداة كويس أنا شاف اللاشين مشروع لعب نجم الحقيقة لعب جاي جدا طيب خلينا نروح لأرض الملعب وزمننا فاروق صلاح ولقاءات مهمة من الأرض الملعب اتفضل يا فاروق فاروق اتفضل الكلمة إليك كل التحية لكابتن أيسم السعيد كل التحية لكابتن أيسم وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة أقونات النادر أهلي في كل مكان عقب نهاية اللقاء وفوز النادر أهلي على فريق سموحة بنتيجة ستة وتلاتين ستاشر خلينا أذكرها كابتن أيسم أن نظام البطولة في هذا الدور أنها مكونة من ست فرق بالضم الأهلي والزمالك والجيش والبنك الأهلي وسبورتينج ويسموحة هيصعد الأول والرابع من الأول والثاني والثالث والرابع للمرحلة الثانية تبقى مرحلة الدورة المجمعة الأولى والدورة المجمعة الثانية كانت خطوة مهمة جدا لفريق الأهلي النهاردة الفوز على فريق سموحة أنا بينضميلي في هذه الأسناء الكابتن أشرف عواض المدارب العام لفريق النادر أهلي عشان يتكلم بشكل أكثر على المباراة كابتن أشرف برحب بحضرتك على شاشة تقونات النادر أهلي تحياتك لكابتن أيسم السعيد تحياتك للمشاهدين مشاهدين متابعة شاشة تقونات النادر أهلي في كل مكان مباراة مهمة النهاردة فوز مهم في البدايات على فريق سموحة بنتيجة كبيرة ستة وتلاتين ستاشر سلامة كابتن أيسم طبعاً الحمد لله ده أول مباراة بعد التوقف الفترة الكبيرة من يوم تسعة وتشين حداشر الحمد لله ربنا وفاها النهاردة وإذن فرقة تقدي بشكل كويس وربنا كرم إن شاء الله في الماتش يعني وإن شاء الله جاي أفضل عندنا يوم الخميس نادي سبورتيج ماتش مهم بباردك وعندنا بعد كده مباراة متتالية فيه تجهزات خطوة بخطوة بعد جهاز الفني كله ربنا وفاها إن شاء الله دائماً يا كابتن أشرف بعد فترات التوقف بيبقى التركيز على شقين الشق البدني وده كان واضح لعبة النادي الأهلي بدنياً مستعد لهذا اللقاء أيضاً التحضير النفسي للمباراة اشتغلته لعليز إزاي وكابتن طريق محروس اشتغل على هذا الأمر إزاي هو طبعاً كابتن طريق محروسي أنا شغلنا في الجانب البدني طبعاً الفترة اللي فاتت كان المجموعة اللي هي ما كانش معنا في المنتخب كان كان فيه مجموعة في المنتخب وده نحن نوفق بين الشق البدني اللعبة المنتخب ولعبة النادي الموجودين وكملنا طبعاً مع بعض والحمد لله ربنا فرقة وقفة على رجليها يعني لسه بدئين فترة المباريات خطوة بخطوة عندنا برضك شوية إصابات ربنا نوفقنا إن شاء الله واللعبة بيت اللعبة تكمل ويكون إن شاء الله خير بإذن الله أنا عجبني الروح ودائماً بقول في النادي الأهلي إن الروح دي هي بتبقى أساس البطولة روح عبد الرحمن حميد وهو بيتكلم على الكابتن أشرف حواض حميد الأول عايز تقول ليه للكابتن أشرف حواض لا كابتن أشرف ده والله أسطورة طبعاً حاجة كبيرة جداً لنا إنه هو ينضم معنا فترة الفتت وطبعاً مجهود وبان معنا عطول وبشكره على فترة الفتت وإن شاء الله نحق حاجة كويسة مع بعض كلنا النادي الأهلي الطيار عبد الرحمن حميد الروح والأمور اللي بنتكلم عليها الطيار موجود وحميد موجود أي فرد موجود داخل النادي الأهلي الجميع عنده الهدف وهو دايماً الانتصار لنادي الأهلي طبعاً زي ما أنت بتقول أي واحد فينا احنا التلاتة طاها أنا عصام الروح بنا كويسة جداً والروح بين الفرقة كلها كويسة أي واحد فينا بيالعب زي ما أنت بتقول فعلاً كلنا رأي أن إحنا الاتنين معاه وربنا يعني ربنا وفانا فترة الجاية إن شاء الله وإحنا التلاتة نقدر نشير الفرقة عايز تقول إليه لحميد وحميد واحد من أبناء النادي الأهلي وانتوا دايماً دايماً بنقولي أن الفريق المستقبل في النادي الأهلي فريق كورتالياد ودفعته بعضك كبير جداً من اللعبة الصغار أنا عوز أقول لك حميد من أن أعرفه من أيام ما كان في البراعن في مدينة مصر حميد طبعاً جنع على مستوى عالي طبعاً هو وصام وطاها تمنى للفترة اللي جاية أنه يوفقهم هم التلاتة التلاتة حراس مرمى عاليين جداً ربنا يا كريم إن شاء الله الفترة اللي جاية وشدوا حلهم يعني كابتن أشرف أيضاً أنا هينضمننا محمد عصام الطيار وإحنا بنتكلم على الروح الموجودة ما بين اللعبين لكن من النقاط المهمة اللي أنتم لعبتوا عليها الفترة اللي فاتت الدفع بعادة كبير جداً من اللعبة الصغار ودائما بنوه الفريق اليد في النادي الأهلي وفريق المستقبل هي دي الفترة هي دي الهدف بتاعنا اللي احنا نعد لعبة صغيرة في الفترة اللي جاية وكلهم كابتن طور طبعاً بيديهم أكبر فرصة أنهم يبقوا موجودين في المباراة بدلين نهاردة لائد ماس كتيري عن حمايد الليع في الشهد الأهواني فيك مهاف الفين وثلاثة في لاشرين في ياسر لعبها مجموعة كبيرة طبعاً موجودة لتتمثل في خبرات في مصر وإسلام وفيصر وبيت المجموعة كلها طبعاً فيه طبعاً أهم حاجة للعمل بدلين زي ما قلت لك والعمل النفسي للفريد أهم حاجة زائد الروح الكويس اللي بدل اللعبة دي اللي احنا نحاول نعمل عليها الفترة اللي جاي بإذن الله أتقارك كابتن أشرف والتوفيء في الموردة شكراً كابتن حميد ودائماً موفقين بإذن الله شكراً كابتن عيسم داك اللي قانا طبعاً مع كابتن أشرف فعواض المدرب العام لفريق النادي الأهلي وأيضاً عبد الرحمن حميد حارس مرما في النادر علي مليوم مبروك للنادر علي خطوة مهمة جداً في مشوار البطولة بإذن الله تكلب إن شاء الله بالانتصار في المباراة القادمة من جديد تعود الكلمة للكابتن هيسم السعيد زماننا فاروق صلاح من الأرض الملعب أشكرك شكراً جزيراً ويمكن زما شفتوا حضرككم يمكن الأساس اللي بيعتبت بي على الجهاز الفني شفنا كابتن أشرف عواض هي الروح يمكن الروح بتعود أي نقص عددي أو نقص في الفنيات أو نقص في أمور أخرى الروح بتعود هذا الكلام وشفنا الموضوع إزاي ما بين حراس المرما مين يلعب مين ما يلعبش مش فرقة وكان نتيجة ده أن النهاردة تقلق عبد الرحمن طهى تقلق حميد الاثنين تقلقوا بشكل كبير في الشوت الأول والثاني خلينا لاحز مع حضرككم بعد الملاحظات الشوت الأول انتهى 16-6 الشوت الثاني طبعاً بتفوق النادي الأهلي الشوت الثاني انتهى 20-8 لصالح النادي الأهلي إذن النادي الأهلي سجل في الشوت الثاني تهديف أعلى أربع أهداف في الشوت الثاني ولكن دخل فيه هدفين زيادة عن الشوت الأول طيب هل المؤمرة دي؟ يعني دايماً أنا قريد بعض التعليقات إنه هل مباراة سموحة؟ يعني بيسألونا يعني هل مباراة سموحة هي معيار أو مقياس إن احنا نقيس به أداء الفريق؟ أقولك طبعاً مباراة ما بتبقاش مقياس عشان كده احنا جبنا الأرقام بتاعت الدور اللي فات ما اكتفناش بس بأرقام مباراة النهاردة وعشان أطاب من السادة المشاهدين احنا تهدفنا أو النسب تهدفنا حوالي 34 هدف في المباراة النسب التهديفية بتاعتنا في 17 مباراة فاتوا في الدور الأول 34 جول أو هدف في المباراة الواحدة وفينا بيخش 24 هدف النسبة التهديف اللي بتخش فينا 24 هدف النهاردة احنا حطين هجوماً هجومياً أعلى فرق هدف أو اتنين عن المعدل الطبيعي وطبعاً بالنسبة للدفاع احنا محققين أقل بكتير يعني المعدل المتوسط المعدل ليك من أول السنة 24 هدف يخش فيك النهاردة بيخش فيك 16 هدف لا احنا هنا بنتكلم ان الأداء الدفاعي أفضل بكتير فريق اسموحة فريق محترم جداً وما كانش يتأهل للستة اللي فوق عايزين نقول حاجة بس عشان نبقى يعني منطقيين مفيش فرقة سهلة يعني اسموحة متأهل السادس من الستة ولكن نجح أنه يتأهل سادس من 18 فرقة إذن فريق اسموحة فريق جيد وفريق بيضم مجموعة كبيرة جداً من لعبين وجهاز فني محترم فإذن النهاردة انت مباراتك ما تخلص فريق 20 مع اسموحة وانت في الستة اللي فوق فإذن ده الحمد لله يطمننا على الناحية الدفاعية ان انت الفريق اسموحة قال طبعاً المباراة القادمة هتبقى أكتر والمباراة اللي بعدها يعني هنبان أكتر الوضع إيه ولكن كبداية احنا مش بعيد عن الأرقام بالعكس احنا دفاعاً أقوى هجوماً أحسن عن الأرقام اللي فاتت في ظل غياب مجموعة من اللعبين لسه مذالوا مشتركوش معان النقطة التانية اللي عايزة وضحها انه النهاردة فريقتنا تفوقت بشكل كبير في الهجوم الخاطف والسنترة السريعة ويمكن ده أحد الحلولة الهجومية اللي بتحللك رجابة لغراتمات كتير ما تروحش تلعب سيت بليه على فرقة مرصوصة وبتدافع يعني ما تروحش تلعب على ست لعبين وقفلك بيدفعوا بكل قوة وحارس مرمى واقف في مكانه يعني بشكل جيد الهجوم السريعي زي ما حداكم شايفين يعني أنا بتكلمه والصورة بتعبر عن الأداء الهجوم السريعي ده كان من خلال الشوت الأول طبعاً عندنا عمر خالد كاستيل ونجح بشكل كبير في الهجوم الخاطف عندك كمان أحمد الشامسي بس طبعاً ده مش هيتم إلا بالدفاع جاي جداً وحارس مرمى بيصد زي حماية زي ما حداك شفته بيصد الكرات اللي طبعاً يعني بتبقى شبه كبير جداً محسومة أو بيحاول بشكل أو بآخر أنه يفيد فرقته طيب الحاجة الثانية أنه في الناحية الهجومية يمكن إحنا كان عندنا جمل تاكتيكية النهاردة يمكن كابتنطري محروس واضح أنه ما كشفش كل هذه الجمل التاكتيكية لأنه عارف كويس أول مبرامزها وعارف كويس أول أن في فرقة أخرى هتعمل سكاوتينج على فرقته بشكل أو بآخر فتا طبعاً مش هيبة مفيد فالنهاردة لو لاحظنا هلأ من وقت للتالي كان في بعض الجمل الفنية ولكن مش دايماً مش كل هجمة كان فيها جملة فنية يمكن الموضوع يعني كان بشكل معين يعني إمكانيات فردية وده المطلوب دفاع جيد وفاست بريك وده المطلوب برضو عشان ما تظهرش أو ما تلقيش بكل أوراقك على الملعب وبرضو في مقارنة سريعة بين مباراة الدور الأول ما بين سموحة يمكن إحنا فوزنا 34-22 زي ما قلت لحضراتكم إحنا النهاردة من فوز 36-16 سجلنا أهداف أكتر ودخل فينا أهداف أقل من هذه الفرقة يبقى إحنا تطورنا أكتر إذا ما أنتم شايفين يعني يمكن دي خمسة واحد وستطاع النادي الأهلي قطع على الكرة ويروح يحط فاست بريك وهو ده اللي بنقول وزي ما أنتم شايفين الفاست بريك والدفاع الجيد هو ده كان المفتاح الفوز النهاردة عشان كده المطش مشي إيزي جيم من ناحية النادي الأهلي وشفنا كمان حاجة جيدة لجأة لها الجهاز الفني وهو الروتيشن الجهاز الفني لجأة أنه يقدر يعني يلعب أكبر عدد ممكن من لعبين وعندي ملاحظة هنا وهو أنه تقلق لاشين وطبعا أحد الناشئين ده المساعدين لاشين لاشين رقم 55 كان في المباراة تقلق بشكل كبير جدا جدا وخلينا أقول لكم أنه عنده ميزة لاشين يمكن في السورة اللي فاتت دي موجود لاشين يمكن عنده ميزة كبيرة جدا أنه بيقدر يهدف من بعيد يعني بيشوت من التسعة مرتاح فطبعا دي حاجة احنا كنا بنفتقدها وده بيفكلك لغرتمات مباريات كتيرة جدا أهمها طبعا المباريات اللي بيكون مع المنافس التقليدي نادي الزمالي وزيما أنتم شايفين يعني الفاصل بريك والكور السريعة دي كانت أحد أهم أسباب الفوز النهاردة خلينا نروح لأرض الملعب وزميننا فاروق صلاح واستكمال اللقاءات المهمة اتفضل يا فاروق جديد ده كل التحياليك كابتن أيسا بكل التحيال كل مشاهدينا مشاهدينا متابعي شاشة قناة نادي الألي في كل مكان أنا في هذه الأسناق بيضميلي الكابتن محمد داباسيوني المدير الفني لفريق سموحة كابتن محمد برحب بحضرتك على شاشة قناة نادي الألي مباراة في البدايات وواضح أن فريق سموحة اتأثر في بيه فترة التوقف الطويلة نهاردة أمام النادي الألي خصم قوي جدا خاصة عندك مواجهة صعبة كمان قادمة أمام الزمالي بسم الله الرحمن الرحيم الأول طبعا بشكركم على الاستضافة دي وتاني حاجة بالنسبة لسؤال لحضرتك هو طبعا مش بفكرة أن احنا تأثرنا بالتوقف هي احنا عندنا النهاردة سبع لعيبة غايبين من الفريق الأول والإصابات مختلفة يعني فكان يعني النهاردة احنا شاركنا بأربع لعيبة أو ثلاث لعيبة من فريق الألفين واثنين اللي هو الشباب وكان معنا لعيب كمان من فريقة ألفين واربعة اللي هو الناشئين فهي الغيابات دي اللي مؤثرة شوية معنا النهاردة سيدين طبعا أول مباراة وتلعب الندي الأهلي هنا في ملعبه أكيد طبعا مباراة كانت تقيلة جدا على المجموعة اللي معنا بس يعني إن شاء الله كده من المباراة القادمة أو بكتير التالتة نكون فريق يكتمل يعني والشكل يختلف إن شاء الله هان كده أكيد فريس موحة يعني أكيد الشغل كله على أننا نكون مع الأول أربع مراكز لصعود للمدارة المجمعة الأولى ده هدف مهم جدا بالنسبة لك كده مهمة آه طبعا إحنا كان هدفنا السنة دي إحنا السنة اللي فاتت الفريق كان يعني بيمر بظروف مش كويس قوي فكنا خلصنا تاسع السنة دي كان تارجيتنا الرئيسي إن إحنا ندخل الستة الأوائل وده كان في حد ذاته يعتبر بالنسبة لنا تحسن عن السنة اللي فاتت ده المكان الطبيعي المفوض لنا دي سموحة بعد ما حققنا الحمد لله التارجيت ده أكيد دلوقتي يعنينا على المربع التواجد في المربع وأعتقد يعني بنسبة كبيرة للأهلي والزمالك طبعا حفظين مكانهم فيه فهتبقى المنافسة عندنا أو التارجيت بتاعنا حيبقى الأساسي مع سبورتينج والبنك الأهلي والجيش ما بيننا إحنا الأربع عنده دول يتنافسوا أعتقد عن مركز الثالث والرابع أهم الأمور اللي صعبت عليك النهاردة اللقاء في مواجهة النادي الأهلي بجانب الغيابات اللي اتكلمنا فيها والضفع بالعدد باللعب أهم العناصر إيجابية في النادي الأهلي أو طريقة لعب النادي الأهلي لا هو العناصر كلها قوية في فرقة النادي الأهلي التواجد المعظم اللعيبة بتقعوا حتى الشباب بيبقوا في منتخب مصر وفي احتجاج دولي مستمر طبعا ده بيخلي التنافس معهم بيبقى صعب أكيد أكيد فرقة الأهلي بتبقى فرقة صعبة هو ده الصعوبة الأساسية وانت بتلعب الأهلي انت بتلعب تيم كبير يعني عشان كده مش لو انت ناقص لو انت مش مركز مليون في المية يعني حتى لو انت كامل بس انت مش في قمة تركيزك لا هتخسر المباراة لازم تبقى في قمة تركيزك عشان تقدر تفوز او تحقق مباراة قوية مع النادي الأهلي شكرا لك كابتن محمد وبالتوفي ان شاء الله في المرات القادم بإذن الله شكرا لك شكرا لك كابتن هيسب ده قلقنا مع الكابتن محمد بسيوني المدير الفني لفريق سموحة عقب نهاية اللقاء وفوز النادي الأهلي على فريق سموحة بنتيجة 36-16 من جديد تعود الكلمة للكابتن هيسب السعيد زي ملنا فاروق صلاح من أرض الملعب بشكرك شكرا جزيلا وده اللقاء مع الكابتن محمد بسيوني مدير الفني بشكرك على هذا اللقاء فاروق الحقيقة لأنه مهم جدا نعرف حتى نادي سموحة زروف ويهو عرفنا بعض الأمور منها إصابة سبع لعبين وطبعا هو كان في السنة الفاته كانت تاسع وسنة دي دخل سادس وده إنجاز كبير لنادي سموحة أعزائي المشاهدين خليطنا على فاصل سريع ونرجع نكمل تغطيتنا المستمرة الأهلي واسموحة ولكن بعد أهلا بحضراتكم من جديد خلينا نرجع لأرض الملعب وزميننا فاروق صلاح ولقاء مع أحد نجوم اللقاء الحقيقة بدون منازع اللاعب عمر خالي الكستل وتفضل لفاروق من جديد كل التحية للكابتن هيسب السعيد ولكل مشاهدين مشاهدة متابعة شاشة التقونات الندرالي في كل مكان طبعا مش هزيد على الكلام الحضرتك قلتها كابتن هيسب وواحد من نجوم اللقاء عمر خالد كستلو كستلو برحب بيك على شاشة التقونات الندرالي كابتن هيسب السعيد قالوا واحد من نجوم اللقاء واضح إن الكابتن هيسب السعيد بيحب عمر خالد وكلنا وجمهير الندرالي بتصق وبتحب عمر خالد حبيها فاروق وطبعا بحقى كابتن هيسم وبشكره على كمامل الجميل دوت وبحقى كم شاهدين قنات الندرالي مباراة مهمة جدا بعد فترة التوقف والارتباطات المتخب المصري كان مهم جدا النادرالي يرجع بالقوة دي يرجع بالحل البداني دي أمور كتير جدا نتكلم عليها نهاردة في المباراة بعد رفوز على فريق سموحة طبعا نهاردة كنا لعب فريق سموحة فريق محترم معام درب محترم ولعبها محترمة فكان لازم نحترم اللقاء جدا نهاردة كانertingا كان اخر ماتش لينا كان يوم 2711 نهاردة 27 واحد فتعلينا فتعرينا معد بدنا فترة كبيرة قوي ما بينتجمعش كنا في منتخب كان في رعيب في منتخب كان عدا معسكرات سفنا السعوداء وكتر رجعنا كان فيه ناس بيت اتمرن هنا بجدية مع كابتن طاري مع حد شوية في تامرين خالص رجعنا وقفونا على رجلينة كان لازم نهاردة نقدّ لنقاد ماتش بشكل كويس انه بعد فترة طويلة من رجوع فكان لازم ان احنا الماطش يطلع بالصورة اللي تلعبت بها ديت ان احنا نحترم الفرقة ويقفين على رجلينا بالمنظر دي كابتا محمد باسيوني المدير الفني الفريق سموحة في الأثناء اللقاءنا معاه قال كلمتين مهمين قالك لازم قدام النادي الأهلي حتى النادي الأهلي ولو بلعب بفريقه الأساسي أو انت بتاعب بفريقه الأساسي لازم تحتفظ بتركيزك وبعطي غلط قدام النادي الأهلي طبيعي انك بتلاعب النادي الأهلي او بفريقه الأساسي أنك في شرائط قدام النادي الأهلي يفرق فرقة عن فرقة في منافسات التيلة كستلو، سببك بلسان الجمهور الجمهور النادي الاهلي، نحن يجب الكثير من فريق كرت اليد بعيدا المعطاق بكثير وعند أن هذا المقrada فيه إنه جمهور الجمهور بيسق عليكم والجمهور يحبوكوا والجمهور مستاني منكوا كتير كاستيلو هو طبيعي ما فيش حد في النادي الاهلي معلوش ضغط طبيعي انك مطالب انك تحقق كل بطولة مطالب انك تحقق كل مكسب ولازم من منظرك كويس طبعا جمهور النادي الاهلي دي وبيه في ظهرينه وكل حاجة ونحن منطالبهم بمساندة الفترة الجاية احنا في رقاء السنة الفاتي تخسر اكسبنا كاس وكسبنا كاس كوس ما بنخسرش كل حاجة ما كسبناش كل حاجة وده المطالب احنا نكسب كل حاجة بس ما خسرناش كل حاجة فبنطالب جمهور النادي الان هو سندنا وده الطبيعي بتاعهم هم كي كي دايما في ظهرنا دايما واجب علينا ان احنا نفرحهم واجب علينا ان احنا من زعلش حد بهم يعني سكوا فينا احنا جايين والموسم ده وته ان شاء الله هنقدم في كل ما نقدر عليه عشان من اخسرش شواله بطولة ونحقق امانيكو طبعا نفسنا يبقوا موجودين يعني دي اهم حاجة انهم لازم يبقوا موجودين في المدرجات يعني تحضير النفسي خلال فترة الماضية والاستعداد للمرحلة دي الكابتن طريق محروس تتكلم معاكو في ايه اهم النقاط اللي تتكلم عليها في التحضير النفس الخاصة بهذه المرحلة احنا طبعا جينا من المنتخب تقريبا يوم عشرة واحد تقريبا من اسبوع تقريبا ما جاء احنا بقنا في فرقة اسبوع مثلا وعشر ايام كان كلامنا كله ان احنا بقنا فترة كبيرة بعيد فلازم نخش جوه الفرقة لازم نعرف اخطاء ما اللي فاتت ايه ونصلحها في الفترة الدايئة ديت لازم كل واحد يوقف عند مستوية نشوف ايه اللي نقصوا و ايه اللي يعملوا عشان الفترة اللي جاية مش مستحملة مش مستحملة اي اخطاء مش مستحملة اي حاجة انت بتا هتلعب خمس ماطشاط في صار في اسبوعين تقريبا كقل اتنين وخميس اتنين وخميس اتنين دين المرحلة الولى فانت مش مستحملة اي اخطاء كل واحد لازم يوقف على اخطاءه كل واحد لازم يبقى موجود جوه الفرقة عارف دوره بتعمل ايه كنافسيا خلاص انت كده كده مستعد للفترة ديت مش محتاج ان حد يهيئك انت كده تركز ومستعد لفترة دين الفترة صعبة جدا فترة دوري ما ينفعش للهزار فيها كابتن هيسام السعيد يحب عبر خليل كستول عايز تقول لي لكابتن هيسام السعيد انام بشكره بقول له بنور شاشكات النادي لألي ودايما في ظهرنا دايما انه بس ما بتفرج عليه انه دايما في ظهرنا في ريت كورت اليد فبقول له ربنا وعانا ان شاء الله ونكمل على كده وربنا نكرمه طبعا ويكمل مسيرته الاعلامية يعني كان لعيب جاء أنا كنت الناس كنت بطبسة ما بتفرج عليه يعني في الباسكت يعني كستيلو بالتوفيف اللي جاي حبيبا فروت اسلامي ربنا خليه كابتن هيسام ده كان لقاءنا وختم لقائتنا وختم تغطيتنا اليوم لمباراة الاهلي واسموحة وفوز النادي الاهلي على فريق اسموحة بنتيجة 36-16 خطمة مهمة جدا لفريق النادي الاهلي فريق كورت اليد اللي زمال كستيلو واحد من نجوم الفريق قال انه هو طالب الدعم والمساندة وان شاء الله يوعى كل الجماهير وعادة كابتن هيسام ان شاء الله بتحقيق الانتصارات في الفترة القادمة من جديد تعود الكلمة للكابتن هيسام السعيد فاروق صلاح طبعا كالعادة حواراتك في الملعب يعني وأسئلتك دايما بتبقى شيقة بشكرك شكرا جزيلا من الأرض الملعب زي ما شفت حضراتكم أعزائي المشاهدين ده كان لقاءنا مع عمر خالد كستيلو واحد يعني نجوم الفريق وخلينا أقولكم ان اللعيبة احنا يعني ودينا لكم احساس اللعيبة ازاي هم حاسين بالمسئولية وازاي هم عايزين يعملوا حاجة الجمهوري نادي الاهلي وهدفهم اسعاد جمهوري نادي الاهلي كل الدعم الكابتن طريق محروسة مدير الفني وكل الدعم للعبين عشان ان شاء الله نوصل لحصد البطولات وخلينا فكركم ان الفريق ده مع عدد بناءه كفريق شاب حصد ايضا بطولات يمكن حصدنا كأس مصر السنة اللي فاتت وحصدنا بطولة أبطال الكؤوس نعم لسه فيه محتاجين خبرات ومحتاجين أمور تانية اكيد يعني هتيجي مع المطشات وهتيجي مع المباريات الكثيرة ويمكن انا قلت الحضراتكم الفريق ده ينقصوا بعض الخبرة ينقصوا بعض الخبرة ولكن فيه مجموعة كبيرة جدا من اللعبين ناقصنا التوفيق ان شاء الله فكل الدعم والثقة في الجهاز الفني واللعبين وخليني برضو أطمنكم نتيجة اللقاء يمكن في كرة السلة بيتبادل يمكن فيه سورة سيئة جاية حالا من تومسون 67-67 الفريقتين سواء الأهلي أو الزمالك بيتبادل التقدم وفاضل لدئتين 25 سنة على نهاية المباراة لسه النادي الأهلي حاطت حالا 3 بونت وبسكت بيحطوا نادي الزمالك يعني 69-67 النتيجة ماشية يعني اكوال ان شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الأهلي النهاردة الحمد لله بشكل كبير أنا كراجل محب لألعاب الأخرى في نادي الأهلي ومتابع جيد أنا الحمد لله راضي بشكل كبير عن فرقتنا راضي بالأداء ده في ظل الغيابات اللي حصلت خلي بالكم أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا التوقف اللي حصل التوقف اللي حصل من 27 من 17-11 حتى الآن هو توقف فترة طويلة فترة طويلة فترة طويلة يعني منتكلم في حوالي 3 شهرين يمكن أهل 12 ل1 شهرين تقريبا زمانتوا شفتوا الشهرين دول فرق بتروح وفرق بتيجي وفرق بتعلى وفرق بتنزل القيادة الفنية الجيدة من الجهاز الفني واللعيبة الخبرة هو اللي إزاي يوصل بنفسه في مداية المطشط لحالة جيدة أقول إن التوقف ده ما تتوقف ما بلعبش بالعكس التوقف ده في منطر خطورة يا ياخدك شفنا سموح وشفنا كابتن محمد باسيوني عنده سبع غيابات النهاردة بيلعب بربعة خمسة في الملعب بالناشئين يعني وصل في حالة يعني بخلص الشهرين ربنا طبعا يشفي المصابين ويرجعوا بالسلامة بس أصدقوا لي إنه أنت بتبقى عندك معركة في التوقف إنه أنت تحاول تحاول توصل بالفرقة لشكل جيد النهاردة واضح إن جايز الفني اشتغل واضح إن العيبة اشتغلت عنفسها الحالة بدنية كابتن أشف عواضي يمكن قال لنا حاجة جيدة جدا قال إنه إنه بنحاول نوفق ما بين لعبة المنتخب ولعبة اللي مش من المنتخب لأن طبعا اللعبة بتيجي من المنتخب باخد خبرات وعليها حمل بدني وفني معين وعندك فرقة مجموعة قادة ونتعرفين طبعا قوام المنتخب من الأهل والزمالي فطبعا إحنا عندنا أزمة كبيرة جدا لما الفرقة بتروح بيبقى في مجموعة مع المنتخب ومجموعة مع النادي وبتمرم في النادي طب إزاي لما رجعوا التباقيين يعني الدوليين مع المحليين يبقى الموضوع فيه هارموني وده موضوع صعب جدا واصداع في دماغ الجهاز الفني أكيد يعني شوفنا كابتن أشف عواض في الحوار قال يا جماعة احنا الكلام ده واخدينه وبنحاول بقدر مساطع نوفق بين اللعبة طيب نتيجة المباراة يمكن فاضل كرت السلة فاضل دقيقة ونص تقريبا وخمسة بونت النادي الزمالك 72-67 إن شاء الله لسه يعني أكيد إن شاء الله ممكن يحصل يحصل تعويض إن شاء الله في الفترة جاية احنا المباراة اللي جاية في كرة الياد مع سبورتين في سكندرية المباراة طبعا وبعدها اللعب الزمالك طب الزمالك فين السموح هيلعب الزمالك احنا المباراة اللي جاية تاني معنا سبورتين المباراة سبورتين المباراة والزمالك هيلعب سموح فإذا في الجولة الثالثة اللعب البنك الأهلي وبعده طلاق الجيش وبعد كده الزمالك وده طبيعي جدا أن يكون الزمالك في الآخر لأن أنت بتبتدي الأول بلعب السادس وبلعب الخامس وبلعب الرابع وبلعب الثالث بلعب التاني فإذا آخر جولة لنا هي مباراة نادي الزمالك وخليني برضه يعني ده حاجة كويسة يعني أنت بتاخد المباراة التدريجيا يمكن التاني بلعب الخامس الرابع تالت سادس وبعد كده بلعب الأول فإذا تدريج المباراة ده شكل مهم في الدور الأول ما كانش عندنا التدريج ده في الدور الأول يمكن في المباراة أو في الجولة التالتة لعبنا زمانك على طول في وقت احنا خارجين نفسيا ويعني معنويا كان عندنا وعندنا لسه وكان عندنا محصر رمضان مصاب انتوا فاكدوا محصر رمضان رجع من أبطال الكقوس عنده كسر أو شرخ في كوعه فاحنا عندنا لعب مهم ومؤثر كان مصاب الفرق كان طالع معنويا ونفسيا من ومورات الكاس السوبر الأفريقي اللي احنا يعني بشهادة الخبراء كلها كنا يعني أقرب الفوز بشكل كبير وبدليل من الشرط الأول احنا طلعنا فيزين والشرط التالي كنا متقدمين في مرحلة من المحلات في الأربعة وحصل طبعا شفتوا الكرة الأخيرة والجنه الجي في الآخر جي زي وكنا حللناه هنا ولكن مش عايز نرجع لحاجة قديمة بس احنا كنا طلعنا على مباراة الزمانك ما خدناش وقت عشان نعمل نفسي وده المهم وده يمكن اللي فرق معنا بس ان شاء الله اللي جاي طيب الدور اللي بعد كده وفي مجموعة من السادة المشاهدين سألوني سألوني الدور اللي بعد كده كيف سيكون الحال الحال هيكون كالقاتي انه هيتأهل أربع فرق من ستة أربع فرق من ستة طبعا احنا شفنا كابتن حمبا سيوني مدير فني سموحة حتى المتابعين والفرق كلها لكن الأهل والزمالك وسبورتنج بشكل كبير حاسبين الموقف المنافسة الرابع ما بين طلع الجيش والبنك الأهل واسموحة هيخش أربع طيب الأول هيخش بكم نقطة الأول هيخش باربع نقاط صح؟ الأول هيخش باربع نقاط التاني هيخش بثلاثة الرابع هيخش باثنين التالت هيخش بواحد أو يمكن يعني أصدقل يعني مش بدقة للنقاط اللي هيبقى الفرق ولكن هيبقى فيه فرق من الأول والتاني والثالث والرابع ويمكن هيبقى فيه فرق نص نقطة أو نقطة يعني هيبقى فروقات بسيطة المواجهات المباشرة هتبقى هي كفيرة بحسم اللقاء يعني أو حكم حسم الدوري يعني مثلا خلينا نقول لأربع فرق لأربع فرق هلعبه رايح جاي هيتلاعب رايح جاي أو دورتين مجمعتين هيتحدد خلالهم البطل يعني هيبقى عندك ست مباريات هتلاعب المنافس بتاعك سواء في أي مركز بقى لو ما تكلمش على بطولة الدوري بس سعتاته الرابع أو الأول والتاني وهكذا هتلعب ست مباريات ست مباريات دول حتى لو في فرق دخلها فرق عن التانية هم دول الأساس بس هو بيديك أفضلية عشان ما يبقاش كل اللي فات ده مالوش معنا ما يبقاش ليه معنا فالحمد لله بشكل جيد احنا اتطمنا على فرقتنا كل التوفيق لكل فرق النادي ونتمنى التوفيق لكل القطاعات بالنادي الأقلي بشكركم شكرا جزيلا حسن المتابعة وانتظرونا في جولة جديدة مع سودي الأفضل